ملاحظات أولية عن اتجاه تفسير التاريخ السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات اتجاه تفسير التاريخ ملاحظات أولية هناك مدارس واتجاهات عديدة لتفسير التاريخ ما هو واجب المؤرخ إزاء هذه الاتجاهات هذا ما سننتهي له في ختام هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى عملية تفسير التاريخ هي جزء من منهج البحث تالي عملية جمع المعلومات من المصادر ونقدها إضافة إلى ما تقدم فإن عملية التفسير هي جزء من فلسفة التاريخ كما هي جزء من المنهج والأدوات لتفسير التاريخ مدارس متعددة وهذا أمر طبيعي ومشروع وبالتالي فإن تفسير التاريخ هي عملية اجتهادية يتفق الباحث ويختلفون بشأن مخرجاتها التاريخ هو مسيرة الإنسان الممتدة وما يؤثر فيها من عوامل وعلم التاريخ هو التفاعل الفتر مع معطيات هذه المسيرة وإعادة صياغة الوطاع حسب ما توفر من مصادر ومعطيات وبالتالي فإن علم التاريخ هو الماضي الذي نملت عليه دليلا لا أحد يستطيع التأتيد على أن الحقيقة التاريخية حافظت على نقائها لكن عملية التاريخ هي عملية نقل طبيعة المعرفة بالحقائق من مستوى الإدراك البسيط إلى مستوى الفقه والعلم الذي يتضمن التحليل والاستنتاج والتعتيب اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد